الاخوان والاخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا الدرس ليشرح امر مهم بخصوص الجستيفي كونتنت والاونلاين ايتمس لم نتطرق له في الدرس ما قبل الماضي اه كما شرحنا في الدرس الماضي تقوم بترتيب الايتمس وفقيا والاونلاين ايتمس تقوم بترتيبها عموديا هذا ما شرحناه كان ذلك صحيحا بالنسبة للمثال الذي استخدمناه في الشرح لكن هنا سنقوم باضافة للكونتينر وايضا ودس وهايت للايتمس وسوف نرى عندما نكتب جستيفي كونتنت سنتر مثلا ستقوم بتوسيطه بالشكل الافقي عادي جدا هذا ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي لو وضعنا فليكس ستارت سيضاعه في البداية فليكس انت سيضاعه في النهاية سبيس الراوند سبيس بتوين كما شرحنا في الدرس ما قبل الاخير كل هذا صحيح ولكن ماذا سيحصل عندما سأقوم هنا بوضع الفليكس ديريكشن وتغييرها الى كولون قبل ذلك سأضع اللاين ايتمس للتذكير فقط عفوا اللاين ايتمس سنتر ستقوم ايضا بتوسيطه بشكل عمودي اذا هذا ما رأيناه في الدرس ما قبل الماضي ولكن الان انا ساقوم باضافة ساعيد اولا ساعيد جستيفي كونتنت ساقوم الان بتغيير الفليكس ديريكشن حتى لا تظهر الايتمس بشكل افوقي ستظهر بشكل عمودي ساضع فليكس ديريكشن كولون اتجاه الفليكس الان من الاعلى الى الاسفل كما ترى قامل جستيفي كونتنت قامل الان بتوسيط العناصر بشكل عمودي وليس افوقي السبب هو انها توسط حسب اتجاه الفليكس هي تنظر الى اتجاه الفليكس وتقوم بترتيب العناصر باتجاه الفليكس اولاين ايتمس ستقوم بالعكس بترتيب العناصر عكس اتجاه الفليكس الان اولاين ايتمس عود ان توسط عموديا قامت بتوسيطه بتوسيط العناصر بشكل افوقي اذا اه جستيفي كونتنت تنظر الى اتجاه الفليكس بينما الاولاين ايتمس عكس اتجاه الفليكس بما ان اتجاه الفليكس هنا من الاعلى الى الاسفل فالفليكس اه جستيفي كونتنت اشتغلت بالشكل عمودي والاولاين ايتمس اشتغلت بالشكل افوقي اذا كان لابد من توضيح هذا الامر لو اضف اه لو غيرنا فليكس الى القيمة الافتراضية الرو سيعود كل شيء الى طبيعته ستشتغل الاولاين ايتمس عموديا وتشتغل الجوستيفي كونتنت افقيا اذا كان ضروريا ان نوضح هذا الامر حتى لا يقع التباس ان دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته